السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي العزاء هنتكلم النهاردة عن لوح الكتف سكابولا لوح الكتف هي عبارة عن عضمة مسطخة على شكل مسلس والسكابولا بتكون الجزء الخلفي من حزام الكتف السكابولا بتتصل بالكلافكل عن طريق الأكروميوم بروسس فبتكون ويفصل اسمه أكروميوكلافكلار جوينت وبتتصل السكابولا بالهومرس عن طريق الجلونويت كافتي فبتكون ويفصل اسمه جلينوهيومرال جوينت السكابولا بتحتوي على ثلاث حدود أو ثلاث حواف وهم الحد الداخلي الميديا المارجن أو الفرتيبريال بوردر والحد الخارجي لاترال مارجن أو الأجزيلاري بوردر والحد العلوي سوبرير مارجن الثلاث حواف بيفصل ما بينهم ثلاث زوايا هما السوبرير أنجل والإنفيرير أنجل واللاترال أنجل وبما إن عضمة لوح الكتف مسطخة فبيبقالها سطحين أو وجهين السطح الداخلي أو السطح الأمامي اللي هو أنتيريور سورفيس بيبقى مقعر بعض الشيء وبطلق عليه اسم السابس كابولاريس فوسة وسطح تاني خلفي بستيريور سورفيس بيبقى مقسوم بواسطة سباين موجودة في منتصف البستيريور سورفيس اللي بتقسمه الجزئين جزء علوي اسمه السوبرا سباينة سفوسة وجزء سوفلي اسمه إنفرا سباينة سفوسة لوح الكتف بيحتوي على أربع بروزات عظمية بيشاركوا في تكوين حزام الكتف وبيشكلوا أماكن بيتصل بيها معظم العضلات والأربطة وهم بالترتيب السكابولار سباين والأكروميوم بروسس والكوراكويد بروسس والجلونويد بروسس السكابولار سباين بتطلع من الجزء العلوي للسطح الخلفي للوح الكتف وبتمتد للخارج علشان تكون الأكروميوم بروسس اللي بيتحد مع الكلافكال بون وبيكون مفصل أكروميوكلافكالار جوينت والكوراكويد بروسس بيخرج من السطح الأمامي للوح الكتف وبيبقى على شكل موقار ودوره إنه بيشارك في حماية مفصل الكتف وآخر بروس عظمي معانا هو الجلونويد بروسس الجلونويد بروسس بيكون الزاوية الخارجية للوح الكتف اللي هي lateral angle وفي نهاية الجلونويد بروسس بيبقى فيه ديبريشان بسيط اسمه جلونويد كافيتي أو جلونويد فوسة بيتثبت فيها رأس العدد اللي هو هومرالهيد علشان يكون مفصل اسمه جلينوهومرالجوينت وآخر حاجة هنتكلم عنها في الإسكابولة هو إن الإسكابولة بتحتوي على أول واحد هو السوبراسكابولر نوتش وده بيمر منه السوبراسكابولر نيرف وتاني نوتش هو السباينو جلونويد نوتش وده بيبقى موجود في مكانة الاتصال بالأكروميوم بروسس اشتركوا في القناة